أهلاً وسهلاً بكم من جديد ورحبوا بكم الآن ونبدأ المشوار الجديد معكم من برنامج متداول فيه ورصد آخر لأهم آخر الأحداث والقصص والفيديوهات التي حققت رواجاً وانتشاراً وتفاعلاً عبر منصات التواصل وأيضاً كان هناك جدل حول بعض من تلك القصص لكن دعونا بداية أن نتعرف على عنوين هذه الأحداث التي سنتعرف عليها اتباعاً خلال الوقت القادم من خلال هذه العنوين السريعة مئة ألف دينار مقابل استلام جثمان شهداء ديالا إنقاذ الكوادر الطبية من اعتداء مسلح في اللحظة الأخيرة شاب يتجول برفقة أسد في الشوارع تصدر هاشتاغ اطلاق استمارة الصحة واستمارة الصحة وين من قبل خريجية المجموعة الطبية والصحية والتمريضية دفعة عام 2021 وتتضمن مطالبهم بفتح الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالتعيين المركزي والمكفولة دستورياً ووفق القانون رقم ستة لسنة ألفين والمعروف أن في كل دول العالم خريجي المجموعات الطبية يتم تعينهم مباشرةً بعد انتهاء الدراسة وطالبوا وزير الصحة بالإعاز للبدء بإجراءات فتح الاستمارة الخاصة بالتعيين من أجل تسريع الإجراءات وتدليل العقبات أمام هذه الشريحة من الخريجين للمجموعة الطبية والصحية والتمريضية وتداول ناشطنا على منصة تويتر عدة مقاطع فيديوية تلخص معاناة ومطالب خريجي المجموعة الطبية والصحية والتمريضية الذين رفعوا صوتهم عالياً عسى أن تتم الاستجابة لهم بشكل سريع السلام عليكم نحن خريجي المجموعة الطبية والصحية والتمريضية لسنة 2021 نضالة بالسيد الوزير باطلاق استمارة التعيينات المركزية وعدم تحميلنا أعباء تشكيل الحكومة كوننا نمر بأزمة صحية ونقص الكوادر في المساج فياتس بشك بسم الله الرحمن الرحيم رسالة أو مناشدة للسيد الكاظمي المحترم وإلى وزير الصحة وإلى الدكتور هاني العقابي وكل من يهمه الأمر نحن خريجي المجموعة الطبية والصحية والتمريضية لعام 2021 نطالب باطلاق استمارة الصحة وهو أبسط حق من حقوقنا إحنا جاء نطالب به طبعاً صارنا أكثر من أسبوعين نناشد ونطالب في فتح الاستمارة ما حد يرد علينا بالرغم من تعييننا هو قانون مذكور بالدستور رقم 6 لسنة 2000 أضافة إلى أن العراق والمستشفيات والعالم أجمع محتاج إلى دعم الكوادر الطبية بسبب انتشار جاء أحد كارونا أتمنى مناشدتي توصل إلى كل من يهمه الأمر لأن أطلاق استمارة الصحة هو أبسط حق من حقوقنا السلام عليكم مناشد إلى وزير الصحة والسيد الكاظم نحن كمجموعة طبيعة صحية وتمريضية نحن صارنا أكثر من أسبوعين جاء نطالب بفتح استمارتنا ولكن لحد الآن ما حد يستجاب إنا ولا أحد يرد علينا لماذا مشاكل السياسية دائم الشعب هو اللي يوقع بيها هو تعيين مركزي وقانون مذكور بالدستور العراقي رقم 6 لسنة 1000 يعني كل شيء ما جاء نطلب نحن على أمود ما نتحمل مشاكل مالنا أي علاقة بيها الآن المستشفيات والعراق وبالعالم كلها جاء يتواجب كورونا وكلها جاء تدعم الكوادر الطبية والصحية إلا بالعراق لازم الخريج المجموعة طبية يندل يلا ياخد جزء بسيط من الحق نحن كل شيء ما جاء نطلب بس مجرد تطلقونا للسماء وتعيننا نحن آن الآن جاي أناشت وزير الصحة والسيدة كاظمي يفرحون أكثر من 30 ألف خريج و30 ألف منتظر الفرحة منكم وإن شاء الله ما يخبأ مننا وشكرا يعتبر هذا المطلب حق قانوني ودستوري كما هو حق إنساني ممزوج بروح القانون لما يمر به اليوم شريحة كبيرة من المتخرجين وهناك معاناة مع قضية تأجيل فتح الاستمارة الإلكترونية بالإضافة إلى الظروف الوبائية التي تستدعي الحاجة لدعم الكوادر الصحية ورفضها بالملاكات الصحية والطبية فهل ستتم الاستجابة لهذه المطالب قريبا أم سيظل الملف معقدا ومعلقا حتى إشعار آخر وتبقى هذه الأصوات مرتفعة حتى يتم الاستجابة لهم طبعا أيضا الضغط والتفكير وتداول هذه الأشتكات مستمرة على منصة تويتر وبقية محركات البحث الألكترونية في حين رصدنا لكم جانبا من كم كبير من التغريدات المتداولة على تويتر ونبدأها مع باقر جابر الذي غرد فقال يقول باقر يعني طلاب تريد تعيش تشوف حياتها كافحت ودرست ومرت بظروف صعبة على موت بالأخير اتحقق حلمها والتعيين حقنا منصوص إن دستوركم فكيف لكم أن تسلبون ما نصه لنا الدستور هاشتاق استمارة الصحة وين هناك أيضا تغريدة لسرور تقول سرور نحن خرجين مجموعة طبية والصحية دفعة 2021 نطالب بفتح استمارة التعيين المركزي لكوننا مشملون بقانون التدرج الطبي رقم 6 لسنة 2000 هاشتاق استمارة الصحة وين فكرة ناصر يغرد تزامنا مع ازدياد عدد الإصابات بفيروس كورونا من جديد وخوفا من تفشي الوباء مرة أخرى ومن منطلق المسئولية وتحسبا لأي طارق بات لزاما على وزارة الصحة فتح الاستمارة الألكترونية هاشتاق الدفعة 2021 بغية إكمال إجراءات التعيين هاشتاق استمارة الصحة وين أيضا التعليق من مهدي يغرد حول هذا الموضوع فيقول إلى وزارة الصحة العراقية إلى مجلس الخدمة الاتحادي نحن وخريجي مجموعة طبية والصحية والتمريضية دفعة 2021 نطالب بفتح الاستمارة استمارة التعيين المركزي لكوننا مشمولين بقانون التدرج الطبي رقم 6 لسنة 2000 هاشتاق استمارة الصحة وين أيضا هناك تغريدة من المهندس حسينها هاتف الفيحان الشجاعة في نصرة الحق حملت الشهادات العليا منتظرين من من ينصرهم ويجلب لهم حقهم المسلوق معتصمي حملت الشهادات العليا وهاشتاق مجلس النواب أنصفوا الشهادات هذه تغريدة أخرى أيضا مئة ألف أو مئة وخمسة وعشرون ألف دينار عراق لقاء تسلمك جثمان ابنك أو قريبك الشهيد نعم يا سيدة هذا بالضبط ما جرى مع عائلة الشهيد استشهد منذ أيام على يد تنظيم داعش الإرهابي مع رفاقه العشرة في دينار فما هي القصة وما هي التفاصيل الشهيد عبدالله داود سلمان الخفاجي الابن الوحيد لآبيه حيث خرجت عائلته التي تسكن في بيت من الطين خرجت عن صنتها وكشفت بأن هناك جهة من الوزارة طالبت ذوي الشهيد بدفع مبلغ مئة ألف دينار عراقي وقيل أكثر من ذلك كتكاليف تكاليف نقل جثمان ابنهم الشهيد بحجة البنزين الوقود لنتابع نحن تقول ماكوش كلام قال السيارة هاي موجودة سيارة الدولة هاي موجودة بس بنزين ما بيها تبدون نوصل الله فوقت نوصل جثة الشهيد البيتية ورون بالمحطة البنزين تفولونها فوناها داخل بغدال بالمحطة المنصور المنصور وصلنا للديوانية قال سيارة تحتاج بعد بنزين تمناها النو بمر ثاني وانزين يعني هذا شرط من عدة هو الشاية وصل هنا كان موجود قائد عمليات قال السيارة تحتاج بنزين ما رجع ما رجع يعني هاي ما عرفانا هذا يعني كان مسؤول موجود هناك من الحجة هما المطار المثنين المسؤول عليهم المفور هاي رسالة لو ازارت الدفاع الى العالم كلها خلي يشوفون هذا حال الشهيد بفلوس يجيبونه سيارة ما الحكومة شن سيارة يا ترام سيارة فورد عسكرية ما تحرك اللي فلوس قلنا بنزين وزين ما بيها حال الشهيد دافع عنك وعني وطنفسه دم دم لها البلد هذي تعرفتني في سبازين والله عيب عليكم بالقران عيب عليكم فريدون تستلمون جثة منكم تدفعون مئة ألف دينار عراقي واللي ما عنده شلون فاضيحة من العيار الثقيل هزت الرأي العام في العراق والناشطين في منصات التواصل الاجتماعي منذ يوم أمس ولغاية هذه اللحظة السوشال ميديا تضج بمنشورات الناشطين العراقيين وهم ممتعضون من تصرف منتسذين بالقيادة من ذوية الشهداء كيف يعامل من ضحى بدمه وروحه فداء للعراق بهذه الطريقة هل يعقل ذلك؟ هاي كارثة مصيبة هاي طامة كبرى بالقرآن تدرون الشهيد عبدالله ابن الناصرية من قضاء الغراف من جايبين الاهلة ما أخذين منعتهم كروة هس اتصالت بهله قسما بالحسين ما أخذين كروة جايبين الاهلة استشهد يدافع عن الوطن يدافع عني وعنك وما أصلين الاهلة ما أخذين كروة مية وخمسة وعشرين كفينكم العباس أبو فاضل عمي الكاظمي بياناتنا العباس سويت لك مينة هتيك شهيد يستشهد يدافع عن البلد تجيب الاهلة بكروة مية وخمسة وعشرين ولقبيت ماعدهم هما ولقبيت ماعدهم هما ولقبيه وحيد لبوه الله أكبر وين توصلون يا سياسيين السبحوا يا أحزاب يا شهيد اتوصل يا أهله شهيد يدافع عن البلد تاخذ من أهل الكروة تاخذ من ابوه وماعدهم ولقبيت ماعده هو بيتطين بيتطين هذا الرجل الاستشهد حشبي الله ونعم الوكيل حشبي الله ونعم الوكيل حشبي الله ونعم الوكيل ردود فعل غاضبة وكومنتات كثيرة من الناشطين والمتفاعلين دونت في منصات التواصل ووقفنا لكم على بعض منها ونبدأ تلك التعليقات مع أم حيدر تعلق فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة بس والله مهزلة والله عيب راح دمهم هذر وياخذون منهم كروة وهم وبيتهم منطين تعليق آخر من حورية عنها الجندي ما لكو الحق وحقوقه ضائعة من عايش ومن يموت لأن ماكو واحد شريفي داعب حق ذول المظلومين لازم هم ينطو وياخذون مننا مع الأسف والله بلد بسبوق وحرامية حسبنا الله ونعم الوكيل أيضا هناك تعليق من القانونية مريم الطائي زين قليل ما أخذين مية يعني بلد الله من فوق غاضب عليه شتري دون يصير به وبعد وبعد من يطلعون حقوقه راح يصرفون أضعاف هذا المبلغ بهوايه تعليق من نور تقول نور في تعليقها حسبنا الله ونعم الوكيل خطيئة هس أنتم تصورون ومواكفين أبو الشهيد باعوا عليه هو بيا حال وانتوا بيا حال هناك أيضا تعليق من صالح الآلوسي يقول الله أكبر إلى أين يا بلدي يا عراق رحم الله كل الشهداء وفي جنات النعيم ويلهم أهلكم الصبر ويلهم أهلكم الصبر والسلوان هاي بمكان ما يقدمون للأبو الدعم المالي والمعنوي يأخذون منهم فلوس وهو منطئة عز شي عنده ابن الوحيد آخ يا العراق هذا حال شهداءك أيضا هناك من أمين العقاب أساء الأدم مقطعا فيديويا متداولا من على منصات التواصل الاجتماعي واثق ما حدث ليلة أمس في محافظة كربلا تحديدا بالقرب من مدينة الإمام الحسين عليه السلام فما الذي حصل مشهد واقعي غير مقططف من أفلام السينما الأفلام الهوليودية أو البوليودية وجسد حالة من الفوضى والهلع الذي أصاب المواطنين ومنهم المراجعين وكذلك الكوادر الطبية جراء استخدام السلاح وإطلاق العيارات النارية الحية بشكل كثيف ومخيث لنشاهد وللقصة بقية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تضاربت الأنباء حول هذه الحادثة بين من قال أن هناك عملية اغتيال بالقرب من المستشفى وبين آخر ذكر أن شجاراً وقع بين طرفين تطور فيما بعد إلى الاشتباك بالسلاح وهذه الرواية هي الأصح وفقاً لما أكدته مديرية شرطة كربلا المديرية أيضاً نشرت عبر صفحتها في الفيسبوك توضيحاً حول تفاصيل الحادثة وذكرت أن شجاراً دلع بين عدد من المراجعين وكوادر طبية بعد محاولة الطرف الأول الاعتداء على كوادر المستشفى ما دفع الأمن إلى التدخل في الوقت المناسب لغرض السيطرة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين طبعاً ما تم تداوله من لقطات ما أثارت حفيظة الشارع العراقي واستفزازهم ببعض من الكومنتات وردود الأفعال اخترنا لكم منها ونبدأ مع زوزة الحسين هي تقول زوزة في تعليقها مجرد استهتار لا أكثر الاستهتار بالعراق واصل لمراحل متقدمة باختصار العراق صار غابة كل من يفترس من جهة لازم يموت من الشعب كذا عدد حتى يرتاحون شوف هما حسب إحصائياتهم إشقد مقررين وأيضاً إشقد مقررين وظلمة ودليلها الله هناك تعليق من ملاك العبودي ما صايرة هاي أصبحت كربلاء المقدسة فوضى وقتل وسرقة دخيلك يا إلهي ارحمنا برحمتك الواسعة العراق كل فوضى لا حاكم ولا حكيم الله أكبر عليكم صرنا مثل كولومبيا كلها عصابات وقتل عشوائي واستهتر بأرواح الأبرياء و... 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 تعليق آخر من فرقد البلد نحو الأسوأ مع الأسف ما رح يصير برأسنا خير مع طول الأحزاب موجودة وغياب الدولة عن المظاهر المسلحة والقتل العشوائي ناهيك على أن الرشوة قائمة في مراكز الشرطة إذا الضابط يرتشي والمفوض يرتشي والموظف يرتشي بلد دخل الحرام بطولهم مع الأسف تعليق من علوش الزعيم يقول علوش قال تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا أنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون صدق الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إحنا وين عايشين؟ مهزلة والله مو حياة وحوش ناس تكتل بناس ودولة فاقد الذاكرة أيضا هناك تعليق من علي آل حبيب والله مهزلة القوات الأمنية تهجم عليهم ويجرحوهم ويتركوهم لأن يخافون ماكو أي رادع المفروض ولا واحد يرجع من مطلقي الرصاص كلهم بالسجن شجار بسيط على إثره أصيب أحد المواطنين بجروح ويفتح جبهة من نار قديم بين عشرتين القصة من محافظة ميسان قضاء الكحلاء تحديدا والتي شهدت نزاعا مسلحا مخيفا كالعادة يوم أمس وتسبب ذلك النزاع بذعر الساكني القضاء بالإضافة إلى عدد من القتل والجرح نتيجة هذا الصراع الدامي أو النزاع الدامي ما بين العشرتين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر السحة خفيفة ومتوسطة استخدمت في هذا النزاع العشائري الذي استمر لساعات طويلة وبحسب ما تم تداوله فأن النزاع وقع بين عشيرة المواجد والبغنان وكحصيلة أولية النزاع أسفر عن مقتل شخص وإصابة أربعة أشخاص آخرين وفقا لما أعلن عنه من خلال مصدر أمني وأضافوا أيضا بعد خروج المنطقة عن السيطرة هرعت قوات الأمن لموقع النزاع وأجرت سلسلة من عمليات الدهم والتفتيش لمنازل المتسببين بالحرفة فيما نقل عدد من المصابين بسيارات الإسعاف من أجل تلقي العلاج في المستشفيات القريبة الآن لننتقل إلى منصات التواصل ونقرأ جانبا من ردود الأفعال وتعليقات الواردة على ضوء هذا النزاع العشائري ونبدأ من عبير الزهور تقول عبير الزهور في تعليقها من يصير الصبح الما يجي الليل ماكو غير القتل والموت ضلوا بهاي العقلية هاي شوفوا الناس وين وصلت وإحنا أمريكا والربع تبيع علينا أسلحة حتى ناس تقتل ناس حسبنا الله ونعم الوكيل ويريدون العراق يصير براسه خير لا عمرت تعليق آخر أيضا من كريمة البياتي الله ينصركم على بعض وين كان اسلاحكم قبل يوميا لما راحوا خيرة شبابنا الحلوين بدم بارد أمركم عجيب غريب يا العشائر بابا استشنوا عيب فضحتونا شنو ذنب اللي انكتلوا وانجرحوا ومنوا يتحمل خطيتهم مبزعتونا البارحة كلها ترجف وما نعرف يمث انطيح برصاصكم الطائش تعليق آخر من وسام المالكي حيالله للكحلاء على راسي وليهنون أهل القبيبة والهداء مع الرأس ما تفهمت بس تعليق من أياد يقول أياد الغرباوي في تعليقه والله هاي القوة وهذا السلاح والعتاد لو تطلعون بإيد وحدة مع الجيش على الدواعش مو أشرف من هاي السوالف يومية لو على الدجاجة لو على النسوال مو حتى اللهم يوقفوا ياكم دكافي مصختوه تعليق آخر من مهند العبيدي من أمين العقابة سأل أدب على السلطات الأمنية اتخاذ أقصى أنواع العقاب بحق المنتسبين بالنزاع وزجهم بالسجن ونزع السلاح من هي شي قوم لا يفيدوا ياهم الكلام ولا النصيحة لو محترمين الدولة ولو كانت دولتنا قوية ما تشان صار نزاع كل يومين مع الأنسان الأسود والحيوانات المفترسة كنا نشاهدها في حديقة الحيوانات مثلا ومن خلف الأقفاص الحديدية وعلى مسافة آمنة لضمان السلامة العامة وهذا هو المعمول في كل بلدان العالم حتى في العراق لكن في العراق انتعشت مؤخرا تجارة الحيوانات البرية والمفترسة وأيضا لوحظ في الفترة الأخيرة ظاهرة التباهي بتربية الأسود والنمور والدببة أو التقاط صور معها والتباهي بها بل وحتى التجول برفقتها وسط الشارع وأمام المرة أمام الأطفال والنساء والمسنين والشباب أيضا وتصوير ما يحدث من ردود أفعال كمقطع الفيديو الذي سنشاهده للرجل الذي يصطحب معه أسد ضخم ومرعب وكبير وهو يحاول أن يهجم على بعض المرة ممن يراهم في طريقه كما سنشاهد ترجمة نانسي قنقر 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 لا نعلم هذه الحادثة في أي محافظة أو أي مدينة لكنها انتشرت على منصات التواصل وتنصل مادة اثنين من قانون حماية الحيوانات البرية وثروة وطنية وعلى المواطنين والجهات الرسمية حمايتها وتجنب إذاءها والاعتداء عليها ولا يجوز صيدها إلا لأغراض التجارب العلمية بعد الحصول على الموافقات الأصولية وفق أحكام هذا القانون أما فيما يخص الأسد الذي يتجول برفقة مالكه أو يقتده فقد ولد ردود أفعال مختلفة وانتقادات متبينة اخترنا لكم بعضا منها والبداية ستكون مع محمد الذي علق فقال يقول محمد في تعليقه المفروض الشرطة تدخل لأن هذا فعلا السهتار هذا أسد مبزون حتى طالع به بالشارع تتونس عليه إذا فلت منك يتهجم على واحد يكتله بس هي الدنيا فيطي اللي خلت أسد بيد العراقي هي المشدود تعليق آخر من يونس يقول بعد عراقي وصار عنده أسد راح يقرع العالم ويخبلهم ويتجاوز عليهم ويخوفهم على أساس مشتري بزونة وإذا عد بالناس وأكله واحد شنسوي مو المفروض الشرطة فورا تلقي القبض عليه هو والأسد مال والنوب يضحك ولا يم الموضوع تعليق من ستار يقول ستار المفروضة كو قوانين موياهول يجي ويفيك ويطلع بالأسد ماتة ويفتار وين احنا بالهند والنوب صايرة مودة ما ليأخذون صور ويالأسد كلهم صاروا مربي أسود براسنا ومن تصير صدق يطلع يقول والله ما علي ما أعرف أيضا هناك تعليق من مهدي محمد ماك ورادع قانوني ولا أخلاقي وهذا لازم ينزل بأقصى العقوبات وينسجن فورا ويالأسد ماتة سوء ومن يجوع الأسد أول شي يتغدى به ونخلص منه ومن النماذج اللي ترهب الناس وتخوف بالأطفال وبالشوارع شنعتكم عقدة نقص حتى الطشون أيضا تعليق من علي عبدالله لا تكبرون الموضوع وتسووها قصة وتطشون براس الأسد تره هو مجرد شقوة يا أصدقائه مثل ما شفتون بين الأسد مدرب وأليف وحباب ومايعب بس يتشاق والظاهر المربي من هو وصغير يمه فلا تكبروها وتلوسوها هناك أيضا قصص وأحداث أخرى سنتعرف عليها خلال الدقائق المقبلة لكن أيضا دعوني أعرفكم بعناوينها بالهلاهل والهوسات السائحون العراقيون يزفون عرسان لبنانيين تجمد مياه الإسالة بسبب انخفاض الحرارة سيدة لبنانية تغني لفيروز أثناء ولادتها تخيل معي أن تنهض صباحا من فراشك الدافئ وتبدأ بتجهيز نفسك لتتجه إلى عملك فتذهب لتغسل يديك لتفتح حنفية الماء وتتفاجأ بأن ما سيكون في يدك ثلجا وليس ماء لا نستغرب فكل شيء متوقع في فصل الشتاء معنى خفاض درجات الحرارة الكبير وهذا ما حدث فعلا في كثير من المدن العراقية معنى خفاض الحرارة ووصولها في بعض المدن إلى مدون الصفر المئوي إذ رصد مواطن في قضاء توس خرماتو رصد تجمد مياه الإسالة بالكامل عبر مقطع فيديو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إذن اللقطات التي شهدناها متداولة على منصات التواصل الاجتماعي وتفاعل معها عدد من المتابعين عبر كومنتات وردود أفعال كثيرة ما بين متهكم وما بين رأي آخر منتقد وساخر من الوضع في ظل انخفاض درجات الحرارة وانقطع التيار الكهربائي لساعة طويلة ما أثر على أنابيب المياه والمياه داخل خزانات المياه على أسطح المنازل والمباني نبدأ تلك التعليقات مع سلمان الشمري فيقول في شقلاوة الأنابيب جامدة منذ أربعة أيام وبالتالي ما يزل الماء في الحنفية ونفس الشيء بالأنبار الإسالة ما تجري ويضحك قمنا نغسل بالثلج بدل من المي أولي عليك بالصيف اش بيك ميزات وميزات وشنة ظالميك اش بيك ميزات وشنة ظالميك تعليق من ثورية مهدي الله يساعد عامل البناء اللي يشتغل بهذا البرد وأيضاً الله يساعد نحن النسوان دك شغل وتنظيف وغسل موعين عود الرجال يقدر هالتعاب؟ لا أيضاً هناك تعليق من عبادة نور لو يصير أخزن من هذا البرد لشهرين تموز وقاب كان عبيت شكمقونية وبالحر كل يومي أفتح فتقولي ثين برد والله هاي حوبة الصيف علينا اش كتر ما دعينا نخلص منه جاءنا شتة أقصة وفوقها لا قاز حتى نشغل الصوبات ولا كهرباء مستمرة لا إله إلا الله الواحد اش لون يسباح تعليق آخر من محمد العساوي صدق تشذب وإن الدولة غير لازم تحمي الماء أقول لكم تشذب ما معقولة يجمد لأن الماء جاري على أي أساس يجي من الحنفية جامد فهموني تعليق آخر من علي محمود يقول اليوم الصبح كثير ناس عصت بالـ WC لأنه في صراحة تفتح الحنفية تلاقي الماء جامد فتقعد تنتظر يمتى الماء يجي ويذوب الثلج شعب بكل شيء مميز حتى بالشتة وبعد شتر يدون قوالب الثلج البيتكم توصلكم وقولوا الحكومة مو بخدمة الشعب عندما يكون للماء والخضراء والوجه الحسن دور كبير أضف إليها روح العراقيين المرحة والإيجابية ستكون النتيجة كم كبير من البهجة والفرح إذ انتشر مقطع فيديو لقروب سياحة عراقي العراقيين في لبنان أثناء مرورهم بالصدفة من أمام زفة عرس لبنانية فشاركوهم الفرحة ولكن على الطريقة العراقية بالأهازيج والهوسات والهلاهل والقولات العراقية المعهودة مما أضفى جواً إيجابياً مع تفاعل العريسين اللبنانيين ودهشتهم أيضاً وسط أصوات هلاهل النسوة في ذلك الجروب لنتابع اشتركوا في القناة لم تكن هذه المبادرة الأولى من العراقيين أو السائحين العراقيين في لبنان إذ كانت هناك أيضا مبادرة مشابهة أيضا قبل عدة أشهر من الآن لزفة عرس لبنانية أخرى أيضا التقوا عن طريق الصدفة مع العراقيين مع جروب سياحي آخر وأيضا فعلوا نفس الشيء ترجمة نانسي قنقر 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 العراقيين راح يقتحمون الزفة بهذه الهوسة وهم فرحانين ومغيرين الأجواء لك في دول العراقيين وهضامتهم هناك أيضا تعليق من مرتضى سالم العراقي برغم المآسي والجروح والحروب وحتى لبنان تلقاهم أحلى ناس ونياتهم طيبة وينحبون وهسا كل الوطن العربي عرفوا أن العراقي ما كوا مثل حنيتة وطيب تب ربي يحفظ الشعب العراقي من كل شهر يا رب وتحية للشعب اللبناني تعليق آخر من سلوان جمعة مرة شلنا بلبنان همشفنا نفس هيش يزفة العريس قام يردح عراقي علمنا بسرعة والنوب قام يرقص شوبي والنسوان اضطش شكليت وعبالك عرس واحد منه هنة مو واحد غريب المهم إحنا ما كوا مثلنا فدوة إلنة تداولت منصات التواصل مقطع فيديو لسيدة لبنانية وهي تغني لفيروز أثناء عملية ولادتها إذ نشر الطبيب اللبناني ريتشارد خراط مقطع فيديو يظهر سيدة تغني لفيروز سألوني الناس عنك يا حبيبي أثناء ولادتها أثناء عملية الولادة القيصارية وهي تحت تأثير البنج حيث أدت هذه الأغنية بإحساس عذب وجميل بمشاركة الطبيب الذي يجري لها العملية وقال الطبيب اللبناني في تغريدة له على تويتر وقد تكون المريضة صوتها رائع وتغني لفيروز هي وعم تولد بحالة طارئة هي بتنسى الكوف وبتنسيك كل شي سلبي عم يصير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الفيديو أثار عجبا كبيرا وتداولا عبر منصات التواصل من قبل المتابعين الذين وصفوا لحظات الولادة وسلاسة تعامل الطبيب مع الأم لحظة ولادتها وصوت الأم الجميل الذي أطفى مشهدا إنسانيا بشحنة عاطفية كبيرة خصوصا بعد أن رفع الطبيب الطفل ليريه لوالدته بعد ولادتها بلحظات فقط في حين كان هناك ردود أفعال كثيرة أيضا اخترنا لكم بعضا منها وسنتوقف مع مروان فاخر يقول مروان في تعليقها يا عمي نسوانا ما شاء الله بس تعرف بنفسها حامل تستشهد لا تتحرك لا تطبخ لا تكنس ولا تنظف ومعصومة تصير وإذا حشوا وياها تقول نزل الجنين صعد الجنين مثل الدولار أيبا يا فيروز يا عمي تعليق آخر أيضا من أبو عراق العراقي يقول زوجتي من رادة تولد قالت لهم هذا لو أي يريدني أموت حتى يتزوج علي هذه أثناء التخدير يعني تعليق آخر أيضا من كاروان يقول أنا مرت جئت أنسجن لأن طفرت من سياج بيت الدكتورة لأن مشالت التليفون وبيتت بالشارع ثلاثة أيام يم الشرطة أدف بالتنكة والخشب الحد ما استلمت من الخدج وهمت شلت أغني تايبين تعليق آخر أيضا من علي الوهج خليها تجيب طبيعي وسلم لي على فيروز بوقتها إلا تقوم تغني بصوت أوبرالي اجابني للضي شونت معدلة أو مدللة تعليق من سيرين سلوم تقول سيرين في تعليقها على قدمة المقطع أثر فيه وأسعدني على أدمة تعليقات السخيفة بتسد النفس كل إنسان بيختار الطريقة المناسبة إله واللي بتنجح في التخفيف من توتره سواء كان تلاوت قرآن أو ترانيم دينية أو موسيقى وفن عدا أنه هي تحت تأثير البنج الآن وصلنا بكم إلى ختام حلقة اليوم برنامج متداول إن شاء الله سيكون لنا لقاء آخر يوم قد مع أحداث جديدة وقصص رائجة على منصات التواصل الاجتماعي وسنكون معكم بالتأكيد حتى ذلك الحين أترككم بأمان الله وحفظه تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل وعلى رأسهم الصديق عن البحر مع السلامة